وفي قرية العتمور قبلي التابعة لمركز كومومبو بمحافظة أسوان جرت مراسم الصلح بين أهل عامر من قبيلة بني هلال وآل أبو الحسن من قبيلة الحجازية ليلة أول أمس وسط أجواء روحانية تتماشى مع روحانيات الشهر الكريم نتابع مع حضراتكم جانبا من هذه المصالحة في سهرة رمضانية وسط أجواء من روحانيات هذا الشهر الكريم جرت مراسم الصلح بين عائلة عامر من قبيلة بني هلال وآل أبو الحسن من قبيلة الحجازية بقرية العتمور قبلي مركز كومومبو محافظة أسوان النهاردة أسعد يوم في قرية العتمور لأننا لمعنا شمل والحمد لله ربنا أكرمنا بالناس الحلوة والناس الجميلة واللجان المحترمة ورجال الأمن وكل الناس اللي حولينا ربنا أكرمنا وإن شاء الله ربنا أكرمنا ولمينا للشمل وبإذن الله بقيادة السيد إدريس السيد إدريس مصطفى وإن شاء الله خير وربنا يوفقنا ووفق الجميع ووفق من معنا ووفق من حولنا حددنا وجينا من أول مبارع أنا في الصوان هنا وأشافر من الناس الأعضاء والناس من كل هو والحمد لله الناس قيمين بالواجب الشاي والمية والحمد لله محتاح في صلح دي كده من التفك في كل القرية فيها مثلا 2-3 من اجمعهم وبنقل بنقعد قاعدة كده ونشوف اليوم نحدد فيه بتاقي كل هاللجنة ونقعد مع بعض ونشوف مراسم السلح حتى مكيه وبعد كده بيتم إن شاء الله صهر موضوع ده أحنا دين أربع تيام هنا أما نحدد في الحضر في الكراسي والصناتر هي ثلاث تيام معهم هنا والحمد لله أشوف الجميع والناس ووفق كله الحمد لله رب العالمين لجنة الصلح دائما والله يمكن إحنا عن روحه لو قلتك في الصحور مرة مرة عن الصحور مرة ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله من أحب الناس إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وإحنا دائما أبدا بنحس أن أي إنسان في مشكلة أو في هذا الهم يعني فهو جبل طابق عليه والله حضرتك إحنا من أثناء الخصومة ما تحصل يعني وتوقع لجان المصالحات بتتحرك على مستوى المركز ممكن المحافظة ممكن تجمعه فإحنا من أربع سنوات بالزلط اللجان بتتحرك في هذا الموضوع لإنهاء هذه الخصومة تروح إلى جميع الأطراف تريح الطرف ده شوية شوية من نهاية من البداية من بداية الواقع ما بتحصل اللي جاني حد تمام الصلح هي مبهداش لها أي بال إلا بعد تمام الصلح صلح الكبير اللي زيداه لازم تدخل فيه جميع اللجان كلها لجنة المصالحة في دائرة المركز عامة تتمارس في ده شوية وده شوية وده شوية لحد ما ربنا يجيب السكينة من عنده تنزل علينا السكينة هي يتم الصلح بفضل الله ومشياته اللي جانه الصلح في محافظة البناموس بيزعلوا يعني لما واحد يقولك ليه يا خيمتة ما قلت ليش يعني أنا ما عقدرش أجيب من هالحكي من الناس فيعني بارك الله فيهم ويشكروا والناس اللي بيصهروا ليلة نهار ديلا فليهم يعني جهود مقرر ليهم اكرام عند ربنا بالنسبة للمصالحات احنا دايما بالنادي بنبقى فيه صف تالي وصف تالي عشان يعني نجي الأجيال متعاقدة لأن مهمة لجنة المصالحات يعني أهم دور هو لجانة المصالحات التي تخمد الفتنة قبل وقوعها أو لم الفتنة بعد وقوعها ونحن تتلمزنا يعني أنا شخصين تتلمزت على يد لجنة يمكن عمنا المرحوم محمود العوني من إدفو المكان هنا مكان العطمور وأهل العطمور دور ناس متعاونين جدا كانوا معنا في قامة السوان ووقفة للناس واستقبال للناس فكانوا ناس متعاونين جدا معنا وبرضو في قيادات التنفيذية بتدعمنا في الموضوع ده والسيد اللواء محاولة السيد اللواء مدير أمنها السوان اجتمع بنا قبل كده في أول ما اجيه هنا يعني اجتمع بنا وقال أنا مكتب مفتوح لكم في أي وقت بساعدنا في جميع يعني بنتصل بيه ساعدته يعني أي عقبات بيزللها برضو معنا أول ما حد يسمع بموضوع أنه هو قرب أو سعى فيه واحد زي العمدة الاركابي أو العمدة جابر أو العمدة سليمان يوتوماتك كده كله بيتصل على العضاء اللجنة وبناء عليه بتتم الموافقات وهم يحددوا المعاد للموافقة على الصلح إن شاء الله ومع قيادة السيد دريس بأنه هو الموضوع جهز من على الضرفين وجهازهوله وأنه يتجه للجهات الأمنية لتحديد مواعيد الصلح اشتركوا في القناة وأعلنين أفوهم لله سبحانه وتعالى وارتجاءهم لفضل الله في هذا الأرض قد أفونا بوجه الله سبحانه وتعالى وارتضينا بقضائح أفونا بحانهم لوجه الله أفونا بحانهم لوجه الله الله أكبر لله الحمد اشتركوا في القناة